تفسير لي بإيه بالذات في الأسابيع الأولى أنه دونالد ترامب كان عنده شبه ثقة متناهية في أنه الدواء سيكون موجود في القريب العاجل خلال الأسابيع هيكون موجود هو مسبقا يعني قبل تسجيل الحلقة دي كان مفروض أنه بيطرح بعض الأدوية لاستخدامها يعني الثقة اللي كانت عنده دي هل هي ثقة حد على يقين علمي ولا خطاب سياسي أكثر لا هو يعني سنده الوحيد في الثقة دي أنه بيتكلم كرئيس أمريكا إنما هو مش باحث ده هو اللي بيتقلق كلام كنا نلاقي لقاح دي ما فيهاش شك ودول كتير هتطلعوك ودول كتير شغالة دلوقتي الكلينيكال تريل أو الاختبارات الطبية دي موضوع الدواء بقى ده كان بياخد اتجاهين في الفكر ماليش عشان نقفل القص في مسألة اللقاح اللقاح كده هتطلع بس مش قبل سنة يعني في حوالي كده طيب بالنسبة للدواء بالنسبة للدواء كان فيه اتجاهين في التفكير وده التفكير الطبيعي أول حاجة نفكر في الأدوية الأوريدي وغدا أبروفر اللي وغدا ترخيص وكلها تأثير مضاد الفيروسات أخرى ونبتد نجربها عسى أن نلاقي حد فيهم لينا تأثير على نفس الفيروس الجديد يعني الخطوة الثانية أن نبتدى أشوف أبص على بعض الأدوية وشوف ميكانيكية التفاعل بتاعها مع الفيروس هل الميكانيكية دي تصلح في حالة الفيروس ده لأن الفيروس ده أنا أوريدي خلاص عرفته بيتكسر إزاي فلو لقيت حاجة زي كده مشابهة ببتدى أجربها وبتبتدي فترة أصويرة الأدوية اللي إحنا سمعنا عنها اللي هو دواء المالاريا وبعض مضادات الحيوية مش هزول الأسماء التجارية يعني وإيه كمان؟ لا هو في حوالي ثلاث أدوية منهم دواء الكولوروكين بتاع المالاريا بس الدواء ده فيه نسبة سمية شوية فمطلعين مشتق منه هيدروكسي كلوروكين ده أقل سمية وهو ده اللي بيتجرف في الصين دلوقتي طيب فصار لي الأدوية المالاريا أو دواء المالاريا هو اختفى من الأسواق في كل دول العالم يعني مش الناس اشتريته هي الحكومات دي ملحوظة عابرة يعني أنا بقولها من الملاحظة يعني مثلا لو سألنا في كذا دولة ففهمنا أن الحكومات أو الدول صحبت الدواء ده ده دلالة على إيه دكتور؟ دلالة على أن هم متخيلين هم هيستخدمون في العلاجات بعد كده ولا لتأمين المرضى الأصليين بقى اللي هم محتاجين الدواء ده زي اللي عندهم أمراند روماتويد أو المحتاجين للمادة الفعالة دي مش لكورونا لا هو الهلع الأولاني زي ما قلت رحضتك احنا كنا دايما ننتظر المعلومات أو المقالات العلمية من الصين تطلع عشان نعرف المعلومة لأن هي اللي كان عندها فكان في تجارب مبدئية كده عملتها الصين على دواء المالاريا الكولوروكين والهيدروكسيكولوروكين التجارب دي كانت قبدة نجاح في المرحلة الأولى ملفت يعني فالهلع الأوروبا واللخمة اللي هم فيها خلتهم يلموا يلموا الأدوية دي إنما الأدوية نفسها سهلة تصنحها وما فياش أي مشكلة وعلى الله كل دولة في أوروبا عملت بروتوكول علاج يعني فرنسا عملت بروتوكول علاج وألمانيا ونزل هولندا ودول العربية عملت بروتوكول علاج وإحنا عندنا بروتوكول علاج منشورة على صفحة وزارة الصحة معظم البرتوكول علاج فيها استخدام الدواء ده كتجريب يعني يعني معظم الدول بتستخدمه بس تحت إشاف طبي يعني مع حاجات تانية مع ملاحظة يعني أنت قدام موباء مش قادرة تجباح جميعه دلوقتي فأنا ممكن أتنازل عن بعض حاجات خطوات علمية في سبيل النلحة الناس بس معظم حكومات أخدت القرار ده إنه بالذات أنت عندك في حالات هوبليس كيس في حالات سيئة جدا فما فيش ضرر يعني ده مش كلامي ده مش كلامي أنا بقول ده قرار بعض الحكومات إن هي تعمل